السلام عليكم و مرحبا بكم اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا راح نديروا الايس كريم و لا لا كريم بالفلون بثلاث نكهات بسم الله المقادر لدينا الفلون بثلاث نكهات فخيز فاني و شوكولا عندي كسمة بارد راح نزيدو عليه زوج مغارف مع مرين الكريم شانتي و نزيدو عليه مغرف لحظة و نضيلو عليه الساشة تعفلون انا بديت هنا بالفخيز و للإشارة هنا لا يكون بارد مليح ما عليش لكان فيه الغلاث نخلط كامل بالباطر حتى تولينا كريمة بعد ما خلطنا حاولة خمس دقائق شوفوا القاومتها كيف يكون ثقيلة بزف و ما تكون اخفيفة بزف تكون في المعين و هنا يبعل بوحدة تعافلون راح تعطينا اللاي بيرك كمية لابس بها بعد ما كملنا الخلط راح نديروها في بوات مانجي و نبلعوها في الكنجيلاتي لمدة ست ساعة او اكثر حتى يجمدنا نفس الطريقة كامل من النكهات اي مع الفاني و الشوكولة نحن خليكم مع القاعدات راح تشوفوا نفس الطريقة و هناك هذا الكريمة ما انش يدي معنا وقت طويل ما يقع عشرة دقائق ما يوجد و نديره في منجيلاتور و خفيف بالخاف يتخدم وهذا هناك هذا الكريمة نخدام فيه نفس الطريقة كاس ماء بيرد مليح وكيس من فلن و هناك الشوكولة و هناك ملاحظة خفيفة فلن و الكريم نضيفها في الفريجيدر يساعدون على الشوكولة لأن هناك ملاحظة في مركة الشوكولة لا تكون ملاحة و في الأخير هذا هو الكريم يوجد الايتها اليوم و هناك من الأطوال و ادمت هذا اليمو اعدت السياسة و مركة شوكولة و الفاصل و زينته في توبينغ و اومتكوه و محمص يجب الكثير و خفيفة ورشوا قوامه سيجمد الملاح و في الاخير نقول لكم إلا عجبتكم الوصفة ما تنسوا اجدوا لي جام وابوني وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل الجديد تعالى افرواحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله